فالسؤال طبعا خلينا نرجع لخلفية هذا الموضوع الخلفية أنه كان يسوع موجود في منطقة بنياس اللي هي قيصرية فليبوس في الشمال على حدود سوريا وهناك يسوع المسيح سأل من يقول الناس أني أنا ثم سأل من يقول أني أنا ابن الإنسان كانت أجوبة متعددة والبعض قالوا النبي أو واحد من الأنبياء إرمياء إلى آخره إليا يحنى المعمدان تعرف كان في أذهان التلاميذ خليط من الأجوبة اللي هي بتتكلم عن يعني برضو تفوق يسوع المسيح كالنبي اللي وعد بحسب سفر التثني أصحاح 18 موسى تكلم عن نبي مثلي اللي بيصنع كل الآيات الخارقات والمعجزات ولكن بعد هذا السؤال طبعا أجاب بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي ولأول مرة في قيصرية فليبوس طبعا الرب يسوع قال من هذا الوقت في آية 21 ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشاليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا يعني رفض كليا رفض تماما فكرة الصلب أو صليب يسوع المسيح وهنا أحبائي كما يقول في آية 23 فالتفت اللي هو يسوع التفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس طبعا هذا إعلان صريح إعلان واضح ولأول مرة يعلن الكتاب أو يعلن يسوع للهدف الرئيسي والغرض الأساسي اللي جاء من أجله يسوع المسيح أنه كل الغرض من التجسد مش على أساس يكون المسيح سوبرمان صانع معجزات معلم متميز وحياته خالية كل ما هو في المسيح مجيد وفريد ومتميز وعجيب ولكن ليس هذا هو الغرض كل الغرض لأنه ابن الإنسان جاء لكي يطلب يخلص ما قد أهلك لأنه مكتوب لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين فوضح الهدف من هذا الوقت يعني في قيصرية فليبوس من هذا الوقت ابتدأ يوضح عن الغرض هو حقيقة أنه أنا أجيت حتى أقوم بالخلاص الموعود به واللي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم واللي كان في فكر الله الأزلي أن يكون المسيح هو الفادي وفداء أحباء بلا دنس ولا خطية دم يسوع المسيح معروفا قبل تأسيس العالم وعندما ابتدأ أن يوضح الغرض طبعا حاشة هذا المسيح الكامل وصانع المعجزات والمعلم العجيب وأنه المسيح أن يموت على الصليب فالتلميذ حتى بعد القيامة لم يستوعبوا ولم يفهموا بالكامل بل البعض منهم كان عندهم رفض كامل لفكرة الصلب الصلب للمجرمين بس انتبار فكيف يموت البار من أجل الأثيم ولكن هنا ابتدأ يوضح الغرض الأساسي أنه جاء حتى يروح لأورشاليم هنا نرى شجاعة المسيح مش ابتعد عن الصليب أو هرب منه ولكن حقيقة وجه نفسه نحو أورشاليم وهذا اندل على شيء بدل على قدرة المسيح على سيادة يسوع المسيح وعلى توقيت المسيح لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها فإذن ليس لقياف أو حنان وليس لرؤساء اليهود وليس لبلاطوس أو هيرودوس أي سلطة أن يصلب المسيح ولكن بإرادته ذهب إلى الصليب وبتوقيته الخاص على الصليب نكس الرأس وأسلم الروح وهذا اندل على شيء جاء من أجل مخطط كامل خطة الله العجيبة الفريدة المتميزة هون طبعا بطرس تضايق من هذا الكلام حاشاك يا رب ولكن في هذا الأمر لم يساوم المسيح ولم يساير بطرس مع أنه أعلن واحدة من أعظم الإعلانات على تفوق على سمو وعلى ألوهية المسيح أنت ابن الله الحي أنت الذات الإلهية أنت كلمة الله المعلن اللي جاء من عند الله ولكن قال له يسوع ابعد عني يا شيطان طبعا خيم روح الحزن على وجوه التلميذ وهنا أحبائي أعطى الفكر الأساسي لتبعية يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر